أحب بضيفنا محمد الكندي محامي والدة الطفل موسى وناشط مجال حقوق الإنسان حياك الله سيد الكندي برنامجنا نريد وطن يعني نحكي أول على قصة الطفل المعنف موسى وش صار بيها حياكم الله سيدتي كريبة تحية طيبة إليش وإلى المشاهدين وعلى كادر قناة التغيير حياكم الله حقيقة في البدء سيدتي هناك مواضيع كبيرة جدا وجوبا أن ننوضحها للناس لأن هذه القضية أخذ صده كبير جدا صده إعلامي على مستوى أغلب دول الخليج من قد نكون كاملة وحتى المنظمات الحقوقية العالمية وحتى الصحف العالمية هناك متابعة شديدة لهذه القضية لأن هذه القضية هزت الإنسانية هزت عروش الإنسانية قضية معادية بخصوص قضية الطفل الحدث المجنى عليه موسى ولا الكعبي الله يرحمه هي والدتي مطلبة من زوجها ولاء سنة 2011 ولم تتنازل عن الحضانة تنازلت عن كل حقوقها والطلاق كان خلق وأنا عندي كل الوثاقة هذه موجودة طلاق كان خلق ولكن ما تنازلت على أولادها بقوا يعيشون في معيتها وفي رعيتها على حسب الأصول اللي حين بداية شهر العاشر واحد عشر اثنين عشرة حسب ما حجالي الأخ الكبير لموسى اللي هو البالغ من العمر دعش سنة موسى سبع سنوات واحد عشر أي سنة؟ واحد عشر الفين واثين وعشرين الفين واثين وعشرين فبقى مصر صارت هناك تحديدات ومشاكل فيما بينهم المهم بقوا يعيشون مع أبوهم بدأ التعنيف حسب كلام أحمد أحمد أسأل الله أني حفظي عقلي أكبر من عمري فطن دقيق بالملاحظة جدا دقيق وجدا ذكي من حجية هي اللي هي يوم الجمعي أمس أنا كنت يومهم حجية هي حجية للتفاصيل قال بعد يومين سادة بلش بنا التعذيب بلش بنا التعنيف قبل فرق بين التعنيف وبين التعذيب التعذيب اللي هو أشهد مراحل القسوة المهم بلش بهم يقول آني من شفتها ما قامت الطاعة وياي مرتبوية على حسب الأصول بعد خضاعة الأمر الواقع شبعت كتل بقيت أسكت أخوي بقى يعاند اللي هو موسى بقى يعاند بعض يعني المفاهيم بدأ التعنيف من تاريخ 14 الحين ما وصل لمرحلة يعني التعنيف بشكل لا يطع لحينها بتاريخ عاني كاتب التواريخ بالضبط يعني شهر الخامس 20-05 2023 الساعة بـ 12 ونص الظهر موسى الله يرحمه نهزمه من البيت البيت كان بيه حضور والدي آخر مرحلة اللي وصلت زوجة الأب اللي هي المتهمة عذراء الجنابي أخذت جقارة من جقاير أبو شوت بيها الطفل الطفل طلع بالشارع راح على مطعم أكو مطعم أبو الفلافل هذا الشيء موجود بالفيديو بالضبط أبو الفلافل طيب هذا الفيديو موجود يوثق كل الحالات اللي صارت زين خلي أتوقف خلي أتوقف كونك أنت المحامي سيد محمد أنه الأم تنازلت والأب أخذهم يوم واحد عشر عشرين الفين واثين وعشرين تمام لكن الأمة تنازلت الأمة تنازلت طيب يعني هاي الوثائق عندك الأمة تنازلت زين أنا سماعت أحياني أثناء المقابلات والده ولاء يقول أنه الأم ذبتهم علي عمرهم بستة شهر إذا كان أصغر واحد هو الله رحمه موسى والكبير داعش سنة أعتقد هو أحمد صح؟ نعم أحمد داعش سنة طيب يعني الفترة اللي أخذتهم وحس هي اسمها سارة أم أحمد نعم سارة قيس صح سارة قيس الوالدة والدتها طلعت قالت أنه كان يهددنا بالضرب ويشير مسدسات ويخترق البيت وأكو وراجها معينة على متحتة يأخذ الأطفال من عدنا ومي خلينا نشوفهم أكو هذا شيء خلينا نرجع شوي نعم خلينا نرجع لي وراء مثل ما تفضلت هذا الشيء أنا ما شفتها من الموس إذا كان أكون جهة وراء أو لا ولكن من خلال جمع الأدلة والبحث اللي قمت بي آني والمحاضر والصور والفيديوهات لا الأطفال كانوا في معاية أمهم من فترة طلاقة لحين شهر العاشر مثل الكلام اللي تكلمت بي ونعم صار بعض التهديد أضافة إلى ذلك أكو مراسلات هاي المراسلات أنا شفتها موجودة أكو أشياء ما أقدر يعني أكشفها لأن ما زالت الدعوة والقضية في سير التحقيق هناك أكو أمور وجوبا أن تكون غامضة لحين وصول إلى نتائج معينة ولكن أكو مراسلات تثبت صحة كلامي وأنا صحة كلامي مأخوذ من أهلها بالضبط أضافة إلى المراسلات بيها تهديد وبيها وعيد وبيها كلمات كل شمو حلوة على كلام أحمد اللي هو الشقيق الأكبر اللي وجدنا عليه موسى حشالي سرد لي تفاصيل دقيقة جدا هاي سردها أمام القضاء يقول بدأ التعنيف من تاريخ أربعة عشر يقول آني خمس تيام سبع تيام شبعت كتل بعد خضعت أمام من الواقع شفت هاي المرة مو مالعنات عفتها هي حشاليها بالحرف الواحد موسى قام يعاني قلت لزين شنو سبب العنات قال لي ردي يرجع لأمي قال هذا الحشي من أخذنا أبونا بعد ما رجعني نهائيا حتى في دور يعني رأس السنة وكذا وأكو فيديو توثيقي في السنة السابقة اللي هي قبل لا يأخذهم أكو فيديو توثيقي محتفل العائلة في بيت الجد اللي هو في بيت والده والدته سارة قيسة بدأ التعنيف بدأ المراحل من التعنيف تتطور لحينما مثل ما وضحت لكم بتاريخ عشرين خمسة حسب ما أذكر ألفين وثلاثة وعشرين ينهزم من البيت الساعة بثمعاش ونوص وراح لأبو الفلافل أبو الفلافل لرجل والثقة وموجودة الفيديوهات واتصل بشرطة إجدت نجدد الشعلة اللي هي بحضور المفوض حيدر وبحضور ملازم أول أحمد شهاب حسنا ما أتكر ملازم أول وموجودة أخذوا تعهد رجعوا الولد لأبو أبو كان موجود بالبيت أخذوا التعهد زوجة الأب ما أنطت تعهد ما وقعت الوقع على التعهد الفقط اللي هو الأب هاي قبل الحادثة بأيام الولد مزورك الولد عنده أضرار وعنده كدمات جدا قديمة أضافه إلى ذلك الحدث المهم اللي صار اللي هو سكوت الأب يعني الفترة اللي قصته من أخذ من سحب الأطفال من قبل الأب إلى فترة ارتكاب الجنمة اللي هي ما يقارب ثمان أشهر ثمان أشهر أنت ساكت ليش لحد يقول لي ملتيه بعيشته ومعيشته ورزقه كنا نشتغل كنا نطلع يعني أنا يعني أنا يزداسيلك أكو نقطة أكو نقطة سيد محمد يعني أريد أفهمها أنا ثمنت الشهر الأب ساكت سجل البيت باسم زوجته باسم عذراء الجنابي انطاها وكالات أول مشاهدنا الجريمة الأب يقول الآن وخاصة يعني أعتقد الجيران وقرايبة يقول هي صالها سبوعين تعنف بي يعني شنو وين يشتغل دواما سنوي لو ماكو ساعات عنده عمل هو دا يشتغل وين بالضبط مايقدر يرجع للبيت يشوف ابنه مضروض اللي ملبسته شتوي ببعز الحر يعني وجهه كله كدمات هنا حاليا دا ننتظر التقرير الطبي يزر التقرير الطبي راح يكون النهائي بتفاصيل دقيقة راح يكون وممكن أنا حسب تقديري راح يكون اهتشاء أكو تراكمات من تشوف ما للأبنا يدري ويدري لا كل الزين احنا كنا ندخل لبيوتنا ونعرف حتى الأطفال بنتعيل فلان هذا دور الأب نعم ات اليوم مسؤول توفر لقمة عيش وكذا على عين وعلى راسي كلكم رأى وكلكم مسؤولة على رأيته ولكن انت مسؤول على تربيته وعلى متابعته هذا الآثار الموجودة من خلال خبرتي أنا كمحامي الدباح بالقضايا الجنائية كلش قوية ومن خلال علاقاتي مع الطباء مختصين بهذا الموضوع وعرضت لهم هاي الوقاعة الموجودة عندي ثبتوها حتى الطريقة أنا راح لجيها الساعة للطريقة هي طريقة القتل هنا انتقلنا من التعنيف التعنيف قام ما يبرد قلب المتهم حقيقة وصلنا إلى مرحلة التعذيب اللي هي أبشع وأقدر طرق التعذيب اللي أكو صورة في المدرسة اللي هي الناس كلها لابسة ملابسة فيها بهذا الحر وانها سر بستوديوكم وكهرباء ما عدنا حاليا حال الحر هذا وملبسها الشتوي حتى تضيع آثار الكدمات والتعذيب على جسد الطفل وبارزة بالوجه وبالفيك وبالحنيج وبالعين وحتى بالأضافر قلع الأضافر وصلت المرحلة وصلت المرحلة ما كفها هذي هنا المفروض راح ندخل بآلية اللي هي الكارثة بارتكاب الجريمة أحمد يقص للقصة يقول لأستاذ احنا ننام الساعة مبكر بالليال عشرة عشرة ونص بالتسعة ونص بالكتل يقول آن وأخوي ننام بالاستقبال الطابق الثاني ما حد يوصل له هي المتهمة عندها نعم المتهمة عندها ولد وعندها ابنية أطفال خطيئة هس هذون يهمشون وذنبهم أمهم ارتكبته كارثة المهم هو المتهم برية حتى تثبت إدانته ولكن هاي الأمور أدلتها واضحة وما يخفي شيء على الشعب العراقي الشعب العراقي من كثرة الويلات صار هو خبير بهذه المواضيع أضافة إلى ذلك يقول احنا ننام من وقت وتقعدنا ساعة بالخامسة الصبح مثل العسكرية تعداد عنها بليلة المقتل بليلة مقتله الله يرحمه هو انقتل يوم الخميس التاريخ يوم تسعة عشر يوم عشرين يوم تسعة عشر بليل يقول بدت تطعن بي بس تشعة عشرين تحت أسفل الكلة وهذه الصورة موجودة ثبعاني الكلام اللي يحشي ليها أردي مع المبرزات اللي عندي أستنتج كل كلامه دقيق جدا يوم الحادثة اللي سوتها بالفعل يعني أثناء جنابك تقول معروف يعني أنه على الطب أثناء التشريح بالفعل انطتها كميات من الملح والزيت شربته بالضبط خلي أرويدي نعم الرواية بالتفاصيل أضافت إلى اعترافها حتى يعني ثبتت بين اعتراف المتهمة وبين الكلام اللي وصل من خلال محظر التحقيق اللي أنا قلت بتحذي دوري نعم بدت الساعة بالعشر بالليل تضرب به تبسط به استخدمت كيبلات استخدمت ستشينا كآلة جارحة يسميها القانون وطيانته أسفل الكلة بدت قامت تفتح حلقة وتأصر اللي هي علبة الملح حتى مو كيس وموجودة العلبة قامت تدير بحلقة وتقول لي إذا كان مسامع تدفلي أخنقك وبدت الخنقات مثل ما وصفت لي من قبل أخوه أحمد جدا دقيق قال حتى أصابحها صارت هيش وهيش على الرقبة من إجيت طابقة كلام أحمد مع الآثار الموجودة على جثمان المجنع عليه مطابقة 100% هاي واحدة يقول بده قام يتقيق خطيئة أصلت على الملح مرة ثانية وهذا الحج إذا ما يبلع الملح بالستشاتشين أكل آثار لحد الآن موجودة لحد ما وصل مرحلة سقط ووقع على القاع تقول سحلته خلتها بمكان اللي ننام به يقول بقيت آني أداري للخمسة الصبح بقيت قيئ شلبت مي يتقيئ وينزف على الفراش يقول قمت غسلت الفراش خلتها على غير مكان على حسب الأصول يقول بده النبض عنده يضعف ما يتحرك قام يقول وكلت خياره ومي قام ما يتحرك عنده يقول وصل المرحلة أكون نبض بي وأكون حرارة بجسمه يفتح عيوني أجل الله سامع تكلم عنه نفس خطية هنا من خلال دوري بديت أجمع الأدلة وبديت تعرضها على الأطباء اللي عندي قبل يصدر التقرير هنا فعلا ارتفاع كمية الملح بالدم عملة عدة إلى فقدان سوائل وارتفاع كمية الملح بالدم هنا رح يسوي اختشاء بالقلب وممكن هذا رح يطلع بالتقرير الطبي بدأ شي سوي الجسم يفرز السوائل ويحتاج إلى سوائل يعوضها على موض يقضى على كمية الملح يبدي هنا الدم بالتخثر بداخل جسم الإنسان يقول لحد الخمسة الصبح الولد تعب جدا يقول قعدتنا بالخمسة الصبح سحلته من مكان اللي نايم من الاستقبال خلتها يم الدرج شالتها ذبتها الدرج ووقعتها قالت لقوم وبرجليها قوم لا تمثل عليه ولا تتعاير يقول بقيت آني يم أداري بنفس المكان ما يتحرك الولد أكو بي نباض يفتح حيونه شوية ويسد هيا شربه مي ما يقدر يبلع يقول يتوفى ساعة بالتسعة الصبح عدل تقريبا بالتسعة إلا خمسة يقول من التسعة الصبح من توفي آني مدرسة أربية انسحبت الغير مكان يقول هي ظلت تطبخ على حسب الأصول مارس تقوس ها البلدية ثم هنا الحد تقريبا ساعة الثنتين وثلث الظهر يقول آني لاحظت الديدان أرباط موسى وهي اجي زوجها وهذا الواقع اللي صارتها زوجها من اتصال بالأجهزة الأمنية وبنعمها ومشت حالي الأمور نعم اليام مرحلة وصلنا زوجة أبترتكب هيجي جريمة زين نشعر له بموضوعة الملح هيجي سبب ضرر يعني تفننت تفننت بتعذيبة سيد محمد الكناني محامي الكندي عفواني محامي والدة الطفل موسى والناشط في مجال حقوق الإنسان شكرا جزيلا لك أريد أقول لكم المصيبة إذا ربين الأجيال هاي جيدة على إفرازات هذا الواقع وتناقضات المهلكة نحن بحاجة بالفعل إلى ثورة تربوية وعلمية رجاء فكروا بباشر لأن كنا خطر وهي الضحاية تروح أمان الله